أفادت قناة الثالثة عشر الإسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيهو حاول مؤخرا تنصيق التصالي له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية وذكرت القناة الثالثة عشر نقلا عن مصدرين مطلعين أنه في ظل الخلافات في الرأي مع مصر حول تحرك محتمل في محور فلادلفيا ورفح تقدم مكتب رئيس الوزراء عبر مقر الأمن الوطني بطلب لتنصيق مكلمة ما بين نتنيهو والرئيس السيسي لكن دون جدوى وحسب القناة أكد مسؤول في مكتب نتنيهو هذا التفاصيل لكنه لم يصدر أي تعليق رسمي كانت مصر قد رفضت ادعاءات إسرائيل بأن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح ترجمة نانسي قنقر